اهلا وسهلا فيكم مشاهدين بالتأكيد زينة الحياة الدنيا لها علاقة جدا بالبنون رب العالمين كمان تحدث في القرآن ولكن في الكثير من الأشخاص للأسف بصير عندهم مشاكل وتعقيدات ويتأخر الحمل والإنجاب هل بالفعل صار عندنا ثورة مختلفة ومستجدات طبية فيما يتعلق بالـ IVF والإخصاب تحديدا التفاصيل اليوم وان شاء الله انها التفاصيل تبعث على الأمل بالنسبة للأشخاص اللي يعني يمكن ما عندهم كتير أفق حاليا في مسألة العقم وعلاج العقم التفاصيل رح تكون مع الدكتور هلال أبو غوش وهو استشاري جراحة أمراض النسائية وتوليد وعقم أهلا وسهلا فيك أهلا بك سهلا شرفنا يعني لا التأخير شرفنا فيك تأخير الحمل مش دايما بيكون مؤشر للعقم انتو إم تتبل شو تقلقوا؟ نحن نقلق إذا بيمر سنة عن الزواج ويكونوا الأزواج صحيا هم ما في عندهم مشاكل ونقلق أنه هم عايشين مع بعض يعني في معاشرة مستمرة وبيحاولوا أنه ينجبوا لكن ما بتكونش فيه فرص للحمل بعد سنة؟ بعد سنة بعد سنة نعم نعم يعني هكا تعريب تبع الموضوع هم نسب الناس اللي بيعانوا والعائلات نحن بالكبولز اللي بيعانوا يعني هم بالعالم كله وإحنا طبعا مشينا معهم يعني نقدرش نشت عنا موضوع القيم اللي هي بحددها هي منظمة الصحة العالمية يعني هم تقريبا 20% من العائلات يعني كل 5 عائلات في عائلة بتعاني من تأخير الحمل والإنجاب وليس مش بالضرورة العقم يعني ولكن التأخر يعني تأخر في الحمل والإنجاب هذول العائلات احنا نبدأ نحن نساعد فيهم نبدأ نعملهم فحوصات نعملهم فحص سريري فحوصات مخبرية ممكن أشعة ممكن صبغات محددة نبدأ نبحث انه شوه المشكلة في بعض أحيانا نحن نصحهم انه ما في مشاكل بالزب نفسيا بيكونوا مكان ومش بستعدين ممكن الأغلب بيكون في عندهم مشاكل 15% من هذول اللي بيصير عندهم متأخر في الحمل والإنجاب عندهم رغبة وعندهم استمرارية في المعاشرة ويحاولوا انه ينجبوه وما بصير عندهم هذول بيكون أن يعني مش معروف سبب الحمل بكونهم مش واضح إما مش مدروس علميا حتى الآن مش واصل نتيجة بسموه يعني خصوبة أو عدم خصوبة غير مفسر غير مفسر غير معروف السبب فنبلش احنا نبحث معهم انه انتوا منكم أن تكون فرصة استنوا ونعطيهم كمان سنة سنتين بحاولوا ان يكون في حمل طبيعي لا بس الأغلب بعد سنة نبدأ نكتشف مشاكل ممكن تكون بسيطة وهي بتنحل بسرعة ممكن في علاجات بسيطة أو في نصائح محددة وفي جزء منهم لها تقريبا يعني النسبة إذا ما نحكي بي تأخر الحمل بيكون مسؤول عنها الذكور وقد تكون مسؤولة عنها الإناث هم تقريبا يعني 50-50 يعني 50-50 هم هيك حسب التصنيف انه في عندك تقريبا 35% ذكور 40% إناث تقريبا هم متواصلين فيه منهم كومباين يكون عند الذكور عند الإناث وفيه جزء غير مفسر مش معروف شو السبب يعني هو ما تذكر وانت أو ما شرحنا إذا 15% فقط يمكن بتكون عندهم متعقدات بالفعل وهدولة يتمشوا معهم ب إجراءات إلى علاقة بالـ IVF يعني نحكي لبعانو تقريبا هم 20% الأغلب منهم الأغلب منهم بيكون عندهم مشاكل بسيطة ممكن نعطيهم نصائح طبية وتكفي ممكن نعطيهم بعض علاجات وممكن تكفي لا في منهم جزء بيكون مستعصي المشكلة ومضطر نتعامل محهم بوسائل مساعدة على الخصوبة والإنجاب هي متعددة تبدأ من تنشيط مبيض تبدأ من علاج من علاج الزوج أخذ هرمونات أخذ هرمونات يعني ممكن هيك ممكن لا نتطور لبرامج متقدمة مثل حقل المجهري ممكن التلقيح الصناعي يعني هو الأبسط شوي هلأ فيه علوم كثير بتقدم في مجال مساعدة على الخصوبة والإنجاب يعني احنا مراكز جديدة وعالمية وقدروا يوصل للبحثات اللي بتقدر تساعد وتخفف من نسب الفشل في برامج المساعدة على الخصوبة والإنجاب لأن الفشل الأسف النسبة كبيرة يعني يضطر الكثير من الأزواج مرات ومرات هي مكلفة جدا أيضا يعني بضطروا أنهم يعني يستنوا سنوات ويعيدوا خمس وست وسبع مرات وطبعا هذا في إرادة رب العالمين شو هي الأسباب بتكون؟ وستنا هلأ يعني إحنا نحبين نحكي من الله حوض أنه هلأ قلت نسب الفشل طب الحمد كلما اتطورت العلوم وقيم البحث ونتائج وتوصيات والإتزام في هاي التوصيات صلنا إحنا نقدر نخفف من نسب الفشل لأنه هلأ فيه أسباب الفشل بلشت توضح أكتر عنها بلشنا ندرس هاي أسباب الفشل بلشنا نحنا هاي العائلات نعالجها أو نحدد الأسباب الممكن تؤدي إلى الفشل صار الموضوع يعني أقرب إلى نسب نجاح زمان كانت نسب نجاح قداش ثلاثين في المئة حسب الدراسات العالمية حسب أحسن معاهد موجودة في العالم وإحنا الأردن طبعا إحنا مواكبين لتطورات العالم الحمد لله إحنا قدرنا نوصل للمراحة متقدمة وإحنا في منطقة الشرق الأوسط الشمال أفريقيا نعتبر من مراكز أو من الدول اللي هي ناهضة في هذا المجال وأصلا أصلا إحنا من الأساس إحنا من رواد هذا المجال هلأ صارت النسب الحمد تصل بين 65% إلى 75% حسب النجاح وهذا مهم جدا طبعا هذا خفف وقل من نسب الفشل طبعا لوجود تقنيات جديدة هاي التقنيات طب شو أبرزها يعني وإحنا عنا مجموعة من الصور ما بعرف إذا حضرتك فتحب هلأ كمان نعرضها يا ريت شو أبرز هذه التقنيات الجديدة هلأ في إحنا اسمه بي جي دي و بي جي أس هاي يعني هي الفحص هو فحص الكروموسومات للأجنة قبل إرجاعهم إلى رحم المرأة بري امبلانتشن بري امبلانتشن جناتك سكريني نعم وفي سكريني وفي دياغنوز هذول اتنين عم بيبحثون في مستوى الخلل بيصيب الجينات عند الأجنة ومستوى الخلل بيصيب الكروموسومات عند الأجنة هذول اتنين قدروا يرفعوا مستوى البحث في خلل الأجنة وهذا زاد من نسب الحمل لأنه صرنا نستثني الأجنة المصابة ونرجع الأجنة السليمة هذا الأجنة السليمة طبعاً بتزيد من نسب الحمل وبتساعدهم للمرضى أنه تستمر كمان الحمل يعني في زمان كان احنا بنحسب أنه نسب انها تحمل 30% هلا النسب انه مش تحمل صارت 70% كمان كان فيه نسب الإجهاضات متعددة صح هذا موضوع التعليم في بعض أحيان احنا بنحكي ست نهيو كمان زي أي تنافس زي أي قطاع هو بالعكس الأسعار مش هالكثير عالية بالعكس وأنا متفهم أنه هذا معاناة الأهالي وإحنا من راعي وإن شاء الله دائماً نراعيهم احنا بنحاول نساعد أنه يكون في قليل تكلفة على المريض وكلما زادت التقنيات كلما كسرت المنافسة كلما كان السوق بنخفض وبالعكس هم بساعد هؤلاء المرضى لحالاتهم صعبة أنه ينجزوا في للأسف والله أنا السبع وعشر محاولات بعد أن يعني بيئسوا صحيح طب لأنك تارفي جزئية الفحوصات وهلأ أنت عم تحكي عن سكرينينج أو جناتك يعني جناتك سكرينيج هاي الحالة مكلفة لحالة يعني أنا بعرف مثلا كوبلز يعني فقط الفحوصات الدم لحالها قبل ما يبلشوا بالبروسيجر نفسه بتكون عن جاد مكلفة أنا بدي أحكان هذا نوضو هلأ شوفي يعني هو اللي يعيد ويكرر الفشل أكتر ممرة كمان هذا عليه التكلفة أعلى وأعلى طبعا إذا بعيد التكلفة وتكون في وقت واحد تعمل فل يعني للمريض هذا أنت بتكلفه أقل يعني عمليا هذا واحد اثنين هلأ أنت بتحكي عن مستوى هذه الفحوصات إحنا زمان قبل خمس سنين كانت هذه الفحوصات متى نعمل في الأردن شو صار جديد هذا اللي حابين نحكي عنه صار جديد أنه قدرنا نعمل هذه الفحوصات للجنات في نفس الساكل في نفس المحاولة الحقل المجهري في نفس الوقت كنا نفحص كنا نخذ هذه الأجنة نخذ عينات منها نجمدها بعدين نرسل هذه العينات بره نطلع بالنتائج بعد شهر أو شهرين نرجع هذه الأجنة هذا أدى إلى نسب حمل أقل وكأن الأجنة المجمدة تعرض لتجميد ثم لعادة تدفئة مرة تانية فهذا كان يعرضهم لمشاكل أكتر وكانت نسب الحمل أقل حلقا قدرنا نوصله في الأردن نحن قدرنا نعمل تقنيات كاملة ندرب الكوادر كاملة قدرنا نعمل فحوصات لهاي الأجنة إميديا في نفس المحاولة وصلنا نكتشف هذه الأمراض رأسا وننحيها وهذا وفر على المريض كثير أول شيء وفر محاولة تانية وما جمدنا وأجلنا تانية وفر أنه عليه نصارت نسب الحمل أعلى وخيمة الأمل المسكين يعني أو يعني هذا هو نحن لا نفقد الأمل بالنسبة للأزواج يعني تحكي للعائلات والأزواج هذول مع تقدم العلوم طبعا نحلم كنا أنه موضوع الخلاياة الجدعية كنا نعناقش حضرتك قبل شوي أنه فيه خلاياة جدعية لا يوجد نتائج ولا توصيات عالمية لا من منظمات تعلق في خصوة الأنجاب هي قيد الدراسة يعني هي قيد الدراسة ونمتزل نجاعتها للأسف حتى الآن نتعامل مع واقع أجنة موجودة ونستطيع أن نوصل لنتائج أعلى حتى بدون الحلم بالخلاياة الجدعية أو بلازم هذا إن شاء الله يا رب والله حتيك بفائل جدا لكثير من الأشخاص ونرى مجموعة فيديوهات لكن أنا أريد أن أرجع على جزئية هذا الفحص أو السكرينينج للجينات لأنه فعلا مثل ما حكيت حضرتك نحكيها باللغة أو اللهجة يعني الطريقة الدرجة الطريقة الدرجة أنه يعني أنتو هاي البويضات لما بتم تخصيبها من خلال هكذا فحص بتكون عارف أنه لأ هذه يعني بدي أستثنيها وأرجع فقط الصحية مظموط؟ صحيح كلام سليم طب قبل ما نشوف الفيديو كمان هلأ في سيدات بعمر معين بتصيروا هي ما عندها مشكلة بالحمل أو الإنجاب ولكن يعني عمرها تقدم بالسن بعد الأربعين فبتروح للآيفي إف حتى تضمن أنه الجنين يكون سليم أنا أبدأ أحكي عن خمس حالات تفضل سريعة نحن ننصحهم أنهم يعملوا أول شيء عندهم تكرر الفشل نعم في محاولات أطفال الأنابيب أو الحق المجهري نعم نين بيكون في عندهم مشكلة تكرر الإجهاضات نعم ثلاثة في عندهم أمراض عائلية وراثية موجودة بالعائلة أربعة بيكون في مرض بعض أمراض الكانسر خاصة كانسر تدي الفاميلة لهذا المعروف الجن تبعه بنصحهم يعملوا هذه المحاولات مع استثناء الجن المصاب الذي يؤدي إلى الكانسر أو سرطان التدي كمان نحن نحكي للناس عسيرة العمر المتقدم العمر المتقدم يعمل هذه الفوصات لكي يستثنوا المشاكل فهلأ فيه ستات بتزوجهم متأخر بفضل أنه تروح للحمل الطبيعي وهو نسب الحمل الطبيعي موجودة بتظلها في نسب أقل شوية لكن إصابة الأجنة والأطفال عندهم بأمراض من خلال دياغنوس منرجع الأجنة السليمة ويكون مرتاحين لأنه فرص الحمل عندهم بتكون أول شيء أعلى فرص استمرارية الحمل أعلى ويستلموا أطفال أو أرزقهم في أطفال بوغيطة لحين من أنها تتزوج أوكي إذا طبعا نحن طبعا هلأ إحنا في قوانين وتشريعاتنا في المملكة الأردنية هاشمية الحمد لله يسمح عم سيدات اللي بيصير عمرهم فوق 36 سنة أنا هيك منصحهم لأنه الفرصة عندهم ممكن تبالش تصير ضئيلة وتقل إنه نعملهم عملية تسحب وتجميد البوضات حملت على الخمسين وفي الأردن كمان نحن منافسين في هذا المجال وعننا حال في مركز هذا مهم لأنه تجايف يعني عمار الزواج عم تتأخر وظروب تكون صعبة ومرات البنت يعني بتغير عائلها يعني فيه هنا فيديو ما أبعرف الفيديو نتابعه تتعلق عليه سريعا نغال معنا دقيقة أو دقيقة هاي هاي طبعا الصورة بتحكي عن فيديو عملية تسحب الخزعة من الجنين هون الجنين متكون في عنا أكتر من خلية زي ما احنا شايفين هذول هادا برضو عم نرجع للسكرينيج وداياغنوسيز ومتاخده الخزعة نأخذ الخزعة هاي وعم نأخذها بعد الخزعة هاي عم نأخذها احنا ونرسلها لمختبر الجينات أنا في المركز عم تم فحصها على كتير من الأمراض وإذا كان في مرض معروف ومحدد إنه احنا مقدر نفحصه لكن هيك بتتم هلأ احنا كان مثبت هلأ زي ما احنا شايفين كيف تتم بعملية سحب خلية واحدة الآن من الجنين هذا الجنين المحاطف الزونا تبعته وهذا بره لسه قبل ما يترجاع الرحام وهذه الخلية صارت بره زي ما احنا شايفين هي على الطرف العلوي من جهة شمال صارت هذه الخلية هاي الخلية هلأ بناخدها احنا ومنتم فحصها كروموسوميا طبعا هذا الفيديو كمان بوضح ان المراحل بصير فيها عملية التشخيص طبعا هذا جنين على 3D احنا شايفين 3D طبعا هون وكيف الكروموسومات اللي بيهمنا انه احنا نفحصها الموجودة داخل نواة كل خلية هدا جديد هدا جديد ها ها تقني ومش اكيد مش موجودة بكل المراكز او مستشفيات يعني اشان احكي الموضوع احنا حبينا اليوم نعطي لمحة عن الموضوع احنا طبعا كان في انا عن هذا محدد لكن احنا الاردن الان صباقين في هذا المجال زمان كنا نعتمد على غير عمر لانو خلصنا احنا بوقت الفقرة او الحلقة بالكامل ادي عمر هاي التقنية هاي عمر التقنية تلت سنين في الاردن احنا صلنا سنة من التعامل معها وقدرنا احنا نوصل لهاي الموضوع دكتور هلال ابو غوش انا متأكدة انه موجود على الاتصالات فموجود على الفيسبوك حضرتك اي موجود على الفيسبوك دكتور هلال ابو غوش موجود وقدر اتواصل معنا عيادنا شكرا جزيلا ان شاء الله في لقاءات اخرى وانحنا اكتر في لقاءات اخرى الموضوع ملح ومهم ايضا زملية لدينا ابو عتالي اخترتنا مقولة جميلة ننهي فيها تحكي اذا كان لديك رغيفي خبز فقط فكل احدهما واشتري بثمن الآخر زهور حبيت زهور وورود والاهم من هيك سلام سلام داخلي وسلام عم المنطقة في امان الله غدا لقاء جديد دايما نفس المكان ونفس الزمان الى اللقاء اشتركوا في القناة